لو حضرتك حابب تتميز عن زملائك في نفس مكان العمل أو تقوم بعمل معين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلازم تحفظ شغلك هذا بشعار خاص أو بلوجو خاص بك لذلك في الفيديو ده جماعة إن شاء الله أقدم لحضرتكم واحد من أفضل المواقع العالمية المجنية تماما وده أهم شيء في صنع الشعار أو صنع اللوجو الخاص بحضرتك وكل تفاصيل هذا الموقع سوف أوضحها لحضرتكم بالتفصيل الكامل في هذا الفيديو ولكن أولنا يا جماعة خلينا أقول لكم أهلا بكم في قناة إنفوليجي التعليمية أنا محمد حامد تابعوني طيب يا جماعة دلوقتي نبدأ على بركة الله هنيجي نفتح المتصفح اللي موجود عندنا على جهاز الكمبيوتر ونيجي في مربع الكتابة ده ونكتب كلمة لوجو ميكر ولكن إحنا ما كتبناش حرف الإي اللي بيكون قبل الار لإن اسم الموقع كده وبعدين أضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد بعد كده يا جماعة هاخد الهايبر لينك الأول ده ولو أنتم لحظين هو ما فيش أصلا حرف الإي لإن اسم الموقع كده أضغط عليه لما أضغط عليه بيبدأ يفتح معي واحد من أفضل الموقع جماعة اللي قبلتني صراحة على شبكة الإنترنت في صنع شعار أو صنع لوجو خاص بحضرتك مجاني تماما تحافظ بهذا الشعار على شغلك وملفاتك وفيديوهاتك ضد السرقة خاصة في مثل هذه الأيام اللي احنا بنعيش فيها عصر التحول والرقم إن شاء الله فلازم نحافظ على شغلنا من السرقة ونحفظ حقوق الملكية لملفاتنا وفيديوهاتنا وكل شغلنا إن شاء الله طيب بنيجيب كل بساطة نضغط على كلمة start my design من هنا فالموقع بيعيد تحميل نفسه مرة تانية وبيبدأ بقى جماعة يجيب للشاشة دية الخاصة بالتصميم أهم حاجة حضراتكم لازم تعرفوها إن انتو من هنا لازم تعرفوا الأدوات دية دي أداة الكتابة لو انت بقى حابب تصمم شعار خاص بك بإيدك انت من البداية تقدر بقى تكتب الحاجة اللي انت عايز سينا وتكتب بمنطقة البساطة يعني ممكن أكتب كلمة infology تمام أنا كده كتب حابب أضيف أي شعار أروح من هنا ولو حابب أضيف مثلا دايرة ضفت دايرة حطها مثلا أحط كلمة infology في النص وهكذا يبدأ بقى يا جماعة أنتو تميزوا في التصميم والأفكار دية ترجي على حضراتكم من هنا أيضا تقدر تعمل كل اللي انت عايزه حابب تلون تعمل كل اللي انت عايزه لو حابب أيضا إنك تلون مثلا الدايرة دية من أداة التلون من هنا تقدر تلون حابب تحدي مثلا تلون كلمة infology تبدأ تحدد كلمة infology كده وبعدين تدي لها اللون اللي انت عايزه وهكذا يا جماعة يبدأ بقى نصاك ولكن في الموقع ده أيضا بيعطينا إمكانية إن أنا يعني أبحث عن قالب جاهز وعدل عليه بدل متعب نفسي بقى وحير نفسي أجعل كلمة design template من هنا شوفوا بقى يا جماعة الجمال والاحترافية والمجانية شغل رائع جدا جدا بمعنى لو في أي قالب من القالب دي عجبني وأنا حابب أخده وعدل عليه وليكن القالب ده فقط أضغط على القالب بيفتح لي فيه نافذة مستقلة أبدأ بقى أخد القالب وعدل عليه ممكن هنا أكتب أيضا كلمة infology يهو double click بس تمام موقع كنزة حرفية ممكن أيضا أن أنا أغير اللون ده من هنا بكل بساطة غيرت ممكن أغير اللون ده من هنا ممكن أغير اللون ده من هنا الأهم من كده أن أنا ممكن أبحث أيضا يا جماعة في 3 مليون شكل رسومي احترافي بمعنى إن أنا لو حابب أخد أي شكل من الأشكال دي وعدل بقى عليه واضف نصوص والأشياء دي يبدأ اختار الشكل اللي انت عايزه بمنطها البساطة خلينا أقول إن الشكل ده عجبني ممكن أضغط على الشكل يا للشكل شايفين يا جماعة نعملته يعني ممكن أزوت حاجة هنا كده مثلا يعني ممكن تكون كظاهرة مثلا اللوتس مثلا تمام وهكذا يا جماعة ابدأوا بقى أنا بقول لحضرتكم الفكرة وانت ابدأوا بقى يعني ايه تخيلوا يعني الشكل النهائي لللوجو الخاص بحضرتكم إن شاء الله لما بتخلص بقى بمنطها البساطة بتيجي بكل بساطة على كلمة save دي شايفين كلمة save logo دي يضغط عليه لما بتضغط عليها أهم حاجة خلي بالك أهم حاجة انزل لتحت شوية شايفين كلمة download دي مش دي دي مدفوعة تمام خد المجانية اضغط عليها لما بتضغط عليها علم على option ده وبعدين اضغط على كلمة download free low resolution file لما بتضغط عليها تم تحميل يا جماعة الشعار ومنطها البساطة مجانا تماما يعني عملنا شعار نبدأ بقى نحافظه به على ملفاتنا وشغلنا بكل بساطة لو انت بقى حابب الشعار دي يكون ضكته عالية شوية يبدأ اخد option اللي تحت ولكن ده يكون مدفوع وبكده يا جماعة ولكن انا افضل يعني الشعار المجاني لانه اصلا الشعار بيكون مكانه صغير على الفيديو في اعلى الفيديو من الركن الايمن او في ملف معين فانا مش محتاج اكبره الناس بها اللي بتحتاج تكبره هم الناس المصممين اللي بيقدروا بيطبقوا عليه شغل اضافه ولكن انا كمنشئ محتوى عايز اللوغو بتاعي يكون صغير احطه في اعلى اليمين او في اعلى اليسار من الفيديوهات وبكده احافظ على شغلي من السارقة كده يا جماعة اكون وصلت الى نهاية هذا الفيديو اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون قد سهمت في نشر شيء هادف نافع اؤجر عليه دنيا واخرة وهذا والله يا جماعة ما اتمناه بكل حب وتقدير واحترام اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته